تسعى قوات النظام السوري إلى خلط أوراق الصراع بين الجانبين التركي والروسي حيال مصير شمال غربي سوريا بالرغم من التحذيرات التركية للنظام السوري من خلال السفزازها تركية باستهداف نقاط عسكرية تابعة لها كانت نقطة في ريف حماد الشمالي آخرها وجددت قوات النظام قصفها لنقطة المراقبة التركية العاشرة في منطقة شير المغار في ريف حماد الغربي بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها تركيا إترى استهداف أكثر من نقطة تركية خلال الشهر الحالي من قبل هذه القوة مصادر محلية في ريف حماد الشمالي أكدت أن نقطة المراقبة في شير المغار بجبل شحشبو والتي تضم أكثر من مئة جندي بينهم ضباط وقوات خاصة تعرضت لقصف بالمدفعية الثقيلة من جانب قوات النظام أثناء دخول تعزيزات تركية إلى النقطة المذكورة استهداف النقطة التركية العاشرة يعتبر الرابعة الذي طالها إذ سبق لقوات النظام أن قصفت هذه النقطة في نيسان وأيار الماضيين وحزيران الحالي في خضم تصعيد كبير بدأته وسيطرت من خلاله على نحو ثمانية عشر بلدة وقرية وموقع إلا أنها تعرضت بعد ذلك لخسائر فادحة في أكثر من هجوم معاكس قامت به فصائل المعارضة السورية ويأتي هذا الاستهداف قبل لقاء يجمع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في بدينة أوساكا اليابانية مراقبون اعتبروا القصف بمثابة استمرار للرسائل الروسية لتركيا حول ضرورة تقديم تنازلات في منطقة جنوب إدلب وشمال حماة التي تعرضت للقصف ويرى المراقبون أن تركيا ستواصل سياسة ضبط النفس وعدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع النظام من أجل استيعاب الأمر خصوصا أن المفاوضات حاليا بين روسيا وتركيا لم تصل لتوافق وتنتظر لقاء أردوغان بوتين